ضربوا مستشفى باستهداف يعني يستهدف مستشفى لقصفها يعني هو مش بس بيقصف منشأة مدنية ده بيقصف منشأة صحية فتدين مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهل المعمداني في قطاع غزة انتوا شايفين جانب من الصورة قدام حضراتكم مئات الضحايا الأبرياء مئات الجرحة والمصابين من أهلنا في فلسطين في غزة الفلسطينية صدر البيان من وزارة الخارجية المصرية واللي اعتبرت مصر فيه هذا القصف متعمد لمنشآت أهداف مدنية هذا القصف اعتبرته مصر ووصفته بأنه الانتهاك الخطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مصر بتطالب بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة عقاب جماعي دبح بالجملة أتل بالجملة اضرب منشآت مدنية اضرب منشآت صحية لا تفرق بين طفل رضيع وما بين مقاتل يحمل سلاح المقاومة اقتل الكل اسرائيل عايزة تفضي قطاع غزة وهوري لك هم بيقولوا إيه بعد شوية مصر طلبت كل دول العالم وبالذات الدول الكبرى صحبة القرار وصحبة التأثير بأن يتدخلوا لوقف الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة مصر بتطالب اسرائيل بتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية نحن نقدر نوفر المواد الإغاثية ننفذ هذه المساعدات الإنسانية لأهلين في القطاع المدنيين الناس اللي جوه وفي أسرع وقت النتيجة هل اسرائيل تريد أن المساعدات تخش الأهلين الفلسطينيين في غزة؟ لا إن كانت تريد ذلك ما كانت استمرت بهذا القصف الوحشي هل اسرائيل تفكر بأي شكل من أشكال الإنسانية؟ الإجابة لا فإن كانت فعلا تحاول التفكير بشكل إنساني ما ضربت القطاعات الصحية في غزة وما ضربت المناطق المدنية في غزة وما ضربت كل الوسائل الإمكانها أنها توصل المساعدات والإغاثات لأهلين في غزة ترجمة نانسي قنقر